السلام عليكم معكم صابرين وأهلاً فيكم مرة ثانية بفيديو جديد اليوم بإذن الله بتكلم فيه عن إعدادات البرنامج اللي ممكن سهلكم استخدامه وللخصتها بأربع شغلات واللي هي تغيير لون واجهة البرنامج إعدادات لوحة الرسم في البرنامج إضافة اختصارات على لوحة المفاتيح وإضافة اختصارات بالصندوق العلبي للبرنامج عشان أغير لون واجهة البرنامج هروح نفل وبروح نفل ونضغط على كنترول وكي بروح عند خيار الانترفيس وعند خيار الكالر أنا حاطة حالياً على اللايت كالر أقدر أخليه للدارك كالر وهنا عندكم درجة غمق اللون تختاروا على حسب راحة عينكم ونضغط اوكي عشان أتحكم بإعدادات لوحة الرسم في البرنامج بروح عند fill وبروح عند preferences نفس المكان أو نضغط على كنترول وكي بروح عند التابلت عندكم هنا خيارين الوين تاب أو التابلت بي سي الوين تاب لأجهزة أعتقد اسمها Surface أو Surface هذا الجهاز يكون جهاز لوحي يشبه النوت ويكون معه قلم لكن أعتقد بنظام ويندوز فكرة أنه اللي عنده ذا الجهاز يختار على الوين تاب يمدي يرسم بالقلم ويمسح بأصبابه فهذه خاصية حلوة للي عنده ذا الجهاز لكن إذا كان جهاز كمبيوتر أو لاب توب هتختار عند التابلت بي سي طبعا لازم تكون شابكة لوحة الرسم عشان تقدر تضغط على هون الخيار في حال حسيته أنه في حركة غريبة في القلم أن القلم ما يتحرك بشكل طبيعي في البرنامج هذا تحديدا هتحوله هتروح عند نفس المكان هتحوله من الوين تاب للتابلت بي سي أو من التابلت بي سي للوين تاب هتضغطه أوكي وبتعيد تشغيل الجهاز وإن شاء الله يتحلل المشكلة عشان أضيف اختصارات على لوحة المفاتيح هنروح عند fill وباروح عند shortcut settings هنا عندي القائمة المنسدلة كلها موجودة عندي راح أروح مثلا عند الويندو أضيف اختصار أروح مثلا عند ال sub tool هنا زي ما انتم شايفين مثلا الخيارة tool عنده عنده لو اختصار اللي هي control 9 مثلا بدخل عند ال sub tool بضيف لها اختصار فهنروح عند هذه المنطقة باختار اختصار مو موجود أو متوفر مثلا الحين لو اخترت على control 9 اللي فوق شايفينها عند خيارة tool أنا قد حاطة على control 9 في حال اخترت عند ال sub tool control 9 راح تيجي هذا الرسالة علامة التعجب البرتقالية تقول أنه هذا الاختصار قدو محجوز لخيارة tool فلازم أغيره في حال ما غيرت وضغط اوكي حينحذف اختصار tool وحيث حفظ عند ال sub tool فعشان اتجنب ذالشي أبختار اختصار مو موجود أو مو مستخدم فمثلا حضغط على control 5 علامة التعجب الخضرة هذه معناها ان الاختصار متوفر وأقدر استخدمه حضغط على اوكي لو بروح عند الويندو عند ال sub tool في control 5 اللي حفظتها لو ضغط على control 5 في الكيبورد حتختفي صندوق ال sub tool اضغط عليها مرة ثاني وحطي ظهر عشان اضيف واحدة من الاقتصارات لهذه القائمة اللي قدامكم هروح عند fill وبروح عند ال comment bar settings نفس الشي هنا عند القائمة المنسدلة كلها موجودة عندي هنا لو مثلا بروح عند ال new ال new ما اقدر اضغط عليه add لانه اصلا موجود اللي هو هذه الايقونة طيب ابا اضيف خيار ماهو موجود مثلا اروح عند الويندو عند خيار sub tool اضغط add وحتظهر لي هذا الخيار بضغط اوكي حتظهر لي خيار sub tool اقدر اضغط عليها حتختفي وحتظهر لو ابا احذف واحدة من الخيارات الموجودة هنا حنروح لنفس المكان comment bar settings هاختار مثلا نفس اللي حطتها الحين احذفها حروح ان تسالة المهملات واضغط delete اوكي وتحذبت اتمنى كان الفيديو مفيد لكم شكرا على المشاهدة ولا تنسوا تدعمونا باللايك والمشاركة نشوفكم في الفيديو الجاي